تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تم إطلاق مبادرة إحياء المصرح المدرسي وده لإتاحة الفرصة لأطفال وشباب الجيل الحالي للكشف عن مواهبهم يوم 7 ينار يكون فيه ترجمة لهذه المبادرة من خلال عرض مصرحي كبير اسمه تقدر مصرحية يشارك فيها كبار نجوم الفن زي النجمة يسرى والفنان أكرم حسني ومحمد فراج وعدد كبير من النجوم إيه أهمية هذه المبادرة الجميلة ده اللي هنعرفه دلوقتي من ضفنا فيه الأستوديو الأستاذ خارد محمود الناقد الفني اللي بنوارنا فيه صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا فن صباح الخير يا أهلا بحضر أهلا بيكم أهلا بيكم لما شفنا وقاريت كلمة المصرح المدرسي رجعتنا لأيام زمان يا أولا هو أحساس أحساس جميل وأجواء جميلة وكات فرصة كبيرة جدا لأن المواهب تشوف نفسها وتحقق ذاتها وفي كل مجالات على فكرة مش بس في التمثيل أو الغنى والأداء كمان الشعر الكدرة على أنك تكون شخصية التعامل مع المجتمع بشكل جماعي المواجهة لارتجال يعني تكون الشخصية ودي في الحقيقة أفرزت أجيال وأجيال وكات سمة كبيرة من سمات المدارس في فترة من الفترات أنك تلاقي فيه مسابقة للشعر مسابقة للأداء مسابقة للعروض بين المدارس كل ده في الحقيقة كان شيء جميل جدا ما أسعدني الخبر اللي حضرتك بتقوله أنه مبادرة الإحياءة لمصرح المدرسي التعبير ده أو العنوان ده عنوان مهم جدا في الوقت الحالي في ظل المتغيرات اللي بتحصل في العالم والتكنولوجيا للطغة ومدى تأثر الجيل المصرح المدرسي لو عاد بكل أصول وقواعده هيرجعنا للنقطة الصحة اللي هو إزاي تشكل وعي إزاي تشكل موهبة تنشئ جيل كمان تنشئ جيل قادر على المواجهة حتى بينه وبن نفسه وقادر على التعبير عن موهبته وعلى فكرة إحنا من الدولة المحظوظة جدا أنا عكس ناس كثير قوي تقول التعدال السكاني إحنا متدول محظوظة أنه عندنا فئة عمرية من الأطفال والشباب الصغيرين كبيرة نقدر نبقى يعني عندنا كم من المواهب في كل مجالات حتى يعني مش بس المصرح المدرسي وكمان مسألة العلوم وعاودة المعامل وقال آخر فالمبادرة بتاع الشركة المتحدة في الحياة أنا بحييها عليها وأرجو أنها تمسك فيها ولا تتوقف أمام أي عقبات حتى موجودة أمام أي روتين سيبناه يسحف إلينا في مسألة وزارة التربية والتعليم وإلى آخر عادة اكتشاف أجيال جديدة من خلال المصرح دي حاجة مهمة جدا مش بس مسرحة المناهج زي ما كنا بتشوف في المصرح القومي ومصرح الطليعة العروض للنصوص اللي احنا بندرسها في مرحلة سنة وإعدادي حتى بالعكس مسارح عدية ونسيب الطلاب يقلفوا نحط لها بقى نحط لها شكل جديد احنا في عصر فيه تكنولوج كبير جدا نسيب الفكرة ده يشوف ماذا سيسفر عنه وأعتقد التجربة هتبقى مهمة قوي النهاردة ازاي هنقدر يعني نطلع المواهب دي نشوفها أو المبادرة دي هتطلع المواهب دي نشوفها فين بعد كده هني اقول احنا زي ما شازلي كان بيقول احنا زمان في المدرسة كان عندنا المصرح ده مهم جدا اول انشطة المدرسية بشكل عام على فكرة والمعامل كمان كان ليها دور مهم كنا بندخل في حساس العلوم نعد نعمل التجارب دي كلها وكان بتبقى مهمة وفي الحقيقة خلى عندنا كلنا حتة كريتف كده أو حتة إبداعية شوية المصرح كان مهم جدا يعني مش عارفة النهاردة احنا فين لكن لو قلنا ان المواهب هنشوفها يوم 7 يناير ان شاء الله هنقدر نشوفهم فين هل ده هيساعد صناعة الفن احكي لنا ايه اللي هيحصل اولا انا بحيي النجوم اللي هشتركوا في عقد في العرض بتاعها تقدر لانه هم هيدوا باور للانطلاق للحكاية لكن خلونا نرجع لشكل تقليدي احنا شوية تخلينا عنه المدرس القادر على اكتشاف الموهبة يعني اللي بيقدر يميز مين شاطر قوي في الرياضة مين شاطر قوي في العلوم مين شاطر قوي في الحساب مين شاطر في تقمص الشخصيات وتقليدها تعالوا نعمل كده نشكل لجان ومجموعات تلف في المدارس وتقول للولاد مين بيعزف كويس مين بيغني كويس مين يقدر يقدي كويس ونبتدي هنكتشف موهبة عظيمة جدا حتى اللي هو متردد حيجازف ويقدم وهذه المجموعات نقدر نكون بيها عروض وتخش منافسات منافسات من باب مش من باب ان انا بنافس بشكل المنافسة التقليدي ولكن ازاي هقدر اكيد هفرز عن عن مواهب كتيرة نمرة واحد نمرة اتنين لازم للأول نشوف ندي مساحة تاني ومتنفس لوجود مسرح داخل المدرسة حتى لو كانت مساحته محدودة نفسي كمان نرجع غرفة الحص المسيح جزء من الفصل عشان يكونوا واقعين برضو يعني لو جزء من الفصل نفسه مش لازم حتى لو ما فيش مكان يبقى فيه مصرح نقدر نقلبها عرض الموعة من الاطفال يطلعوا عندهم العرض بتاعهم ويقوموا يشرحوا او يقوموا يقدموا العرض بتاعهم في الفصل بتاعهم مش لازم يكون مسرح كبير أو كده حتى لو بدأناها في مرحلة صغيرة من خلال الشخصيات اللي بدرسوها في التاريخ مثلا من خلال موقع جغرافي يقدر هو يقوم الطالب يشرح ازاي موقع البلد ده جميل اول فكرة دي فكرة دروس التاريخ تعال ان نقول انت بتحب بلد هقولك فرنسا مثلا احنا شوف بنبدأ المسألة من السلم طيب انت تعرف ايه طيب قدم هالي انت دلوقتي قدام ناس وفد قدم هالي عاوزين نكسر حتة الخجل وبالتالي تطلع المهمة يمكن هتلاقي القاء كويس هتلاقي اداء كويس بس المهم تتوفر الارادة حصة الموسيقى اللي تلغت دي او اللي مش موجودة مهمة جدا انت كنت بتلاقي بيت ما فيهوش حد غاوي يعزف مثلا كورديون كمان بيانو اللي مكانش غاوي كان حابب يتعلم كان عنده فضول اه طبعا انت بتشكل وعي ثقافي مهم ودع في الحقيقة اللي كان بتتميز به مصر على مدار سنوات طيولة جدا عاوزين نمسك في المبادرة دي بيدينا وثناننا عاوزين كل من يستطيع المساهمة يساهم من النهاردة كل مدير ادارة تعليمية او كل ناظر مدرسة يقدر يوفر ايه عنده يبقى مصرح ليه الطلبة تعبر فيه عن هواياتهم وعن عشان نقدر نكتشف وعلى فكرة يعني نتيجة ده مضمونة مية في المية يا ما فيه مواهب كتيرة اوي احنا كنا واحنا صغرين بنقعد نرسل الصحف ونرسل المجلات وكنا نفرح اولا ما نشروا لنا حاجة فتحس ان انت يعني كل فيه انسان جديد بيطلع ودي هتطلع مجتمع صحي لانه الفن والادب او والثقافة بشكل عام بيعملوا تكوين كده لا اراضي انك بتبقى انسان سوي في هذا المجتمع صحيح بتقدر اولا فيه عروض عن الاخلقيات فيه عروض عن المواد العلمية فيه عروض بتعيد اكتشاف شخصيات وتاريخ وحضارة انت دلوقتي ازعلان الجيل الجديد شوية فاكك عن تاريخه او حضارته العروض دي فرصة كبيرة اوي انك تقدم له مصر على مراحل تقدم له الوطن على مراحل حتى تقدم له ايه هي حتى لو عاوز تقدم قضية سياسية في مفهوم مبسط تقدر تقول له مثلا ايه شكل ما لتأثير الحرب على مين اقول له التاني عن العالم مثلا هيطلع باني افكار ويقدر يشكل بيها ويقدر كيف يفكر العالم ازاي بيتفكر الاسرة ازاي هو يفكر مهمة قوي مضوع انت دي قضية مهمة جدا البداية كلها عاوز اقول لحضرك مش انحيازا للفن البداية كلها من الفن والادب والثقافة تقدر تبقى عالم كبير لو انت عندك حسة الصدق موجودة صحيح حسة تقبل دي الاساسيات الاساسيات انك زي تفكر بشكل عام متفكرش بشكل محدود عظيم احنا نكلم عن العرض المصرح اللي هيكون خلاص سبع يناير اسمه تقدر اسمه في حد ذاته مهم جدا طبعا يعني اختيار الاسم في حد ذاته مهم تقدر احنا عاوزين بقى ده يبقى شعار 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 كبير واللي اختار الاسم ده يمكن دكتور مالحة العدل الكاتب العرض فعلا تقدر تعمل كل اللي انت عايزه خلي خلي تقدر ده شعار ورسالة لكل التلميذ هتقدر المدرس هتقدر الافراج عن مواهبتك هتقدر وبعدين مش عاوزين في مرحلة لاحقة المواهب دي تتساب كده يعني عاوزين نشوف نكمل معاها طبعا ازاي نقدر نكمل معهم التكملة مهمة جدا واحنا عندنا بنفتكت في الحقيقة يمكن نشوف ده هيقدر يعوضنا عن حك كتير قوي احنا بنفتكت لعروض الطفل ومسرح الطفل على الشاشة حتى والحكايات اللي بتطلع في قصص ودراما للطفل تعالوا ونبني ونمشي في خط موازي وما نبقاش مستقبلين طول الوقت لما ينتجه الغرب لانه انت في النهاية لو فضلت تستقبل وانت ما عندكش بنية أساسية لانك ازاي تفكر في اللي انت بتستقبله او ازاي هتندمج معاه او تاخد منه اللي هو مفيد لك هتبقى المسألة خلونا نمشي في خط موازي وخلو الوجدان والشعور يروح للحتة اللي هو هيقدر يعني يكمل فيها طيب انا مهتمة قوي كمان بالاطفال بقى نفسهم اللي هيقدموا العرض ده ومتحمسة لهم جدا لانه حاجة حلوة قوي انهم يعملوا عرض مصرحي المصرح ده من يعني من احلى الحاجات اللي ممكن اي فنان يقدم عليها فنه وابداعه مع مشاركين مع نجوم كبار جدا بنتكلم نجوم كبار زي يسرى محمد فراج اكرم حسني كتير من النجوم هنان مطوع كتير كتير من النجوم الفعلا الكبار جدا قد ايه ده جميل بالنسبة الاطفال اللي لسه صغيرين في السن في المدرسة حابين ان هما يطلعوا موهبتهم قد ايه ده هيشجع اطفال تانية كتير انه يلا انا السنة الجاي عايز اشترك في المبادرة وعايز اقدم عرض مصرحي تاني وعمل احسن ويشجع كمان المدائر السنة تشترك في الانشيط طبعا ده بصي تلاحم الاجيال ده مهمة قوي وان النجوم تفكر في الاطفال وتفكر انها تقعب بجانبهم وتساعدهم وانه الطفل يبقى حاسن هو هينور هو في جنب النجم اللي بيحبه ده بداية موفقة جدا واحنا عاوزين كمان بالمناسبة انت بتفتحي النقطة مهمة قوي عاوزين من النجومنا ان هما يبقوا متابعين حركة المشاوط المدرسي وفي كل فترة كده تقدر مثلا مدرية التربية وتعليم في كل محافظات مش في القاهرة بس تقدر تستريف نجم ويشوف العروض ويشارك مثلا في المشهد او المشهدين الاخر في العرض ده هيدي انطلاقة كبيرة وامل وتفاؤل واسرار على ان ده يبقى موجود حتى بالمناسبة المسرح كمان السينما يعني احنا زمان كلنا كنا بشوف فيه مرة في الشهر مثلا عرض السينماي موجود سواء فيلم وصائقي او فيلم تسجيلي ده مهم انه يبقى موجود تاني لانه انت كمان هتخلقي سينما موزع وهتخلقي ناس تحلم انها تبقى مخرجين ومؤلفين حقيقي على فكر الامر بسيط جدا مفيش ما يمنع من ان يبقى فيه تخصص موجود يعلم الولاد تقنيات الصورة لانه بالصورة دي تقدر تصنع بيها حاجات كتير قوي تقنيات الكتابة بدل ما يبقى فيه الورش تبقى موجودة برا تعالوا نعمل الورش جوه المدارس مسترح الورشة ده مهم قوي في السن لانه هنا انت بتحرك الخيال الخيال عنصر مهم جدا جدا في السن ده واحنا كجيل كبار ده يعنا فرص بس الاتيح اللي نمسكنا فيه فالخيال في السن ده مهم قوي وعاوز اقول كمان للأهالي انها ما تخافش ان ولادها يبقوا مشغولين في بروفات عرض مسرحي او عرض شعري او حتى اداء تمثيلي ده حيساعدهم وهينم قدرتهم حتى لو مشتغلوش في الفن حتى لو مشتغلوش في الفن التكوين سنوات التكوين الاولى ده مهم قوي وده يحللنا حاجات كثيرة قوي تعالوا نعمل في الصيف فترات مسائية في الاجازات زي ما كان بيحصل زمان مدرس التمثيل مدرس الموسيقى الاخره يعمل دورة مسائية في الاجازة ويبتلي يبقى العرض بيتحضر له على بداية الموسم الدراسي وتبقى فيه مسابقات والاخره ونشجع الفنانين هم يحضروا ونشجعهم كمان هم ياخدوا من المواهب الكبيرة دي صحيح يشاركوهم في عرضهم وإيه لما هم طلعوا ازاي المسألة ما بتتوقفش بس على اطفال اللي هم بينموا في أسر فنية لا المجتمع بتاعنا مليء بالمواهب بس محتاج اللي يشاور عليه ومحتاج ان يقول له دي فرصتك انك تطلع مواهب بكل تأكيد وحضرك بتقول دلوقتي ورش يكون فيه ورش في المدارس دي حاجة مهمة جدا وحنا بنتكلم دلوقتي يبقى عن نقطة مهمة وهي الكتابة ان احنا نعلم الاطفال الكتابة لست خلب جلال عامل تجربة حيل وقوي مع الكبار انه هو بيعمل ورش ده طبعا الكبار بيخريب هم اللي يكتبوا النص طبعا فتخيل حضرتك لما علم الطفل انه هو اللي يكتب النص هيطلع كل اللي جواه في كتابة هعرف الطفل ده بيفكر ازاي هنمي خيالاته هنمي قدرته على الابداع قدرته على الارتجال انه هو يعبر عن اللي جواه يعني مثلا وليكن هناخد اسم تقدر هنقول للطفل احكي لنا موقف حصل في البيت وانت قدرت تتخطى هذا الموقف مثلا وعملت اه عملت حاجة مثلا فانت تقدر فانت بقيت ملهم كمان لبقيت الاطفال اللي بيتفرجوا على عرض مصرحي ده طبعا انت كمان بتحطه في موقف هو لا شعوريا بيحله وبيتغلب عليه وبيتعلم القيادة انه يقدر يتجاوز كل الاشياء فاكر موضوع التعبير عاوزين نرجع نعتمى تغير موضوع التعبير موضوع التعبير زي ما انت قلت بيجاوب على نوعه كشير قوي انت بتفكر ازاي بتفكر في ايه ايه الموضوع اللي بيستحوز على اهتمامك عاوزين كمان ندي فرصة ان احنا ما نفروتش عليه موضوع مرة نعمل ده مرة نقوله مثلا عاوزين نكتب عن نهر النيل مثلا يعني ومرة تانية نقوله اختار موضوع اختار لاعب انت بتحب وتتكلم عنه يمكن تلاقي نظرة اخرى ومثل اعلى ما هي يمكن حد يختار يمكن يطلع تاني نموذج لطاح سين ما هو الناس دي كان عندها جيل من الاسات زي ادت لها فرصة للمناقشات انا هفتكل لك مشهد حصل وانا في اعدادي كان مدارس الفلسفة قال لنا على برنامج نشوفه اعتقد كان للدكتور مصطفى محمود او حاجة كده وقال تاني يوم هنتناقش وكانت النتيجة ان احنا اختلفنا كوجهات نظر لدرجة ان احنا كنا هنشتبك بالايدي بيننا وبين بعضينا في الفصل بس هو بقى واقف يضحك ومبسوط هو واقف سعيد فانا كن وانا مندهش او ازاي المدارس سعيد واحنا قربنا نتقنق مع بعض فخرج بعدها هو بعدها بقى علمنا ازاي نتناقش وقال بس انا كنت عاوز زدي مساحة وفرصة ان كل واحد يطلع اللي عنده وازاي متحمس ومتمسك برأيه صح وقدرنا نفرس طيارات فكرية كثيرة وان كل موضوع ليه اكتر من زاوية ما ليه زاوية واحدة بالزبط فهو اتعلمنا النقاش ياريت دا يبقى مجود مش الحكاية ان انا داخل قدي المقرر واخرج وياريتك كمان بتاخد فرصة انك تديه بشكل كويس عاوزين نريح وجدان الطفل ونديله فرصة يفكر خارج السياق وفعلا مضوع ورشة الكتابة اللي حدك بتقوله دا دا مهمة قوي البداية الكلمة والبداية التعبير وانت تقدر تكتب عشان تقدر وانت حتى لو بقيت في منصب قيادي فيما بعد تقدر ازاي تعبر عن افكارك وانت بتدير شركة وانت بتدير منظومة صحيح وانت بتعبر عنها التعبير الصحيح يعني مبادرة احياء المسرح المدرسي مبادرة تحت رعاية الشركة المتحدة لخدمات الاعلامية في الحقيقة أنا بالنسبة لي دي من احلى الحاجات اللي نقدر نشوف فيها اولادنا بيرجعوا مرة تانية بيبدعوا بيفكروا بيطلعوا مواهبهم يمكن دا دور الدراسي كمان انه اكيد يتعلموا مناهج لكن في نفس الوقت يقدروا يطلعوا المواهب بتاعتهم عشان يطلعوا طاقات عندهم كل الشكر شكري لك يا أستاذ خالد محمود النقد الفني نورتانا النهاردة شكرا على قراءتك الوافية شكرا جزيلا لكم على الفكرة المبدعة دي ومسارحنا بتاعت الأطفال الموجودة مسارح الطريعة ومسارح الطفل كشير أيو عزين مستغلة تعالوا نملاها بطلبة المدارس طول الوقت شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم